بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد وكنا قد توقفنا عند قول باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه قال أبو داود رحمه الله باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه ثم ذكر رواية عن عمر بن عبسة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم فلما سلم أخذ وبرة من جنب المعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم قال والخمس مردود فيكم فبواب أبو داود رحمه الله ترجم في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه هل يجوز للإمام أن يستأثر بشيء من الفيء لنفسه قبل تقسيم الغنيمة ولا الإمام لا يستأثر بشيء من الفيء لنفسه فدلة هذه الرواية التي ذكرها أبو داود رحمه الله عن عمر بن عبسة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم إلى بعير من المغنم إلى بعير من المغنم أي أنه اتخذ هذا البعير سطرة يبقى أخذ ذلك البعير سطرة وأخذ السطرة في الصلاة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ السطرة حتى لو كان الإنسان يصلي منفردا أن حتى الإنسان لو كان في بيته أو في مكان ويأمن عدم مرور أحد المرين من بين يديه أيضا يتخذ السطرة هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي دوما إلى السطرة كان يصلي دوما إلى السطرة فكما يقول عمر بن عبسة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم إلى بعير من المغنم إذن هذه بعير من بعير المغنم أخذها النبي صلى الله عليه وسلم كسطرة يصلي إليها فلما سلم أخذ وبرطا من جنب البعير شعر من جنب البعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمص قال والخمص مردود فيكم معنى ذلك الكلام أن الإمام لا يستأثر نفسه بشيء من الفائدون الناس وذلك كما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا من الغنيمة حتى لو كان يسيرا أو حقيرا قبل القسمة يبا لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا من الغنيمة حتى لو كان يسيرا أو حقيرا من الغنيمة قبل القسمة يبا لا يقتص بشيء لنفسه إلا بعد القسمة وإلا كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الغلام الذي قتل قال إنه في النار وإن الشملة التي أخذها من الغنيمة لتشتعل أي نار قال إن الشملة التي أخذها أو غلها من الغنيمة لتشتعل عليه نار قال إنه رغم أنه له حظ ونصيب من الغنيمة ومع ذلك لما استأثر بشيء من الغنيمة لنفسه قبل التقسيم إنها لتشتعل عليه نارا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي قال الغنيمة هذا مال على المشاع يبا هذا الغاز له حق في ذلك المال ولكن ذلك الحق لا يستمتع به إلا بعد التقسيم فلذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وبرأ من جنب البعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس يبا نقول إن الغنيمة كما بينا بيأخذ منها الخمس ويرد على الأصناف التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى وباقي الغنيمة أربعة أخماس الغنيمة بترد على الغازين هل يطرى الإمام لا حقا يأخذ شيئا من الغنيمة قبل التقسيم فعلى ذلك ذكر من خلال هذه الرواية أنه ليس هناك حق للإمام أن يأخذ شيئا من ألفين قبل قسمته وبالتالي قال الخمس مردود فيكم أي مصروف في مصالحكم من السلاح والخير وغير ذلك وأن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين وأنها لم تكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبا أربعة أخماس الغنيمة هترد على الغانمين تقسم على الغازين حسب الحال الفرسامان والراجل له سام كما كانت تسمة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بعدما يستخلص ذلك الخمس بعد استخلاص ذلك الخمس يقول في ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله لا يأخذ الإمام من الغنيمة إلا الخمس ويقسم الباقي منها بين الغانمين قال الخمس الذي يأخذه أيضا ليس وله واحدة بل يجب عليه أن يرده على المسلمين على حسب ما فصل الله تعالى في كتابه بقوله واعلموا أن ما غننتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذ القرب واليتام والمساكين وابن السبيل يبا الخمس ده يقسم إلى خمسة أسهم يبا هذا الخمس يقسم إلى خمسة أسهم كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى يبا بعد ما بيتم حصل الغنيمة على ذلك يقوم بفصل الخمس والخمس يقسم على هذه الأصناف التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى كأسهم وعلموا أن ما غننتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ده السهم الأول ولذ القربة هذا السهم الثاني واليتام السهم الثالث والمساكين السهم الرابع وابن السبيل السهم الخامس قلنا القمس يقسم إلى خمسة أسهم كما بيّننا هذا سهم لله والرسول ويرد في مصالح المسلمين حسب ما يرى الإمام حسب ما يرى الإمام وسهم لذي القربة سهم لليتام سهم المساكين وسهم لابن السبيل أن هذا تقسيم الخمس ولذلك كما قال لإمام الشوكري رحمه الله لا يأخذ الإمام من الغنيمة إلا الخمس يبا والخمس أساسا لا يستأثر به لنفسه قال ويقسم الباقي منها بين الغنيمين والخمس الذي يأخذه أيضا ليس وله محدى بل يجب عليه أن يرده على المسلمين على حسب ما فصله الله تعالى في كتابه يبا لما بيحجز الخمس من الغنيمة قبل التقسيم يبا الخمس ده يقسمه إلى خمسة أسهم بهذه الصورة والسهم الذي لله والرسول بيرد في مصالح المسلمين في الخيل والسلاح أو على حسب ما يرى الإمام من مصلحة بالإضافة أن باقي هذه الأسهم للخمس بتقسم كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى قاله في هذا حديث الباب دليل على أنه لا يستحق الإمام السهم الذي يقال له الصفي سهم يقال له الصفي هذا السهم هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره يبقى الصفي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ شيئا من الغنيمة قبل التقسيم قلنا كفرس كجارية كسلاح ككذا أو كذا هذا سهم الصفي يقال عنه سهم الصفي وبالتالي أبو داود رحمه الله حيذكر باب وباب صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت كتاب الخراج وبالتالي بدأ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره وبالتالي نقول هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أبو داود رحمه الله يترجم في الإمام يستأثر بشيء من الفي لنفسه هل يجوز لا نقول إن كان هذا السهم كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره أن يستأثر بشيء من الغنيمة قبل التقسيم لنفسه يبقى نقول هذا يتمثل إن مفر السلاح جارية أي شيء يستأثر به لنفسه هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يقوله في حديث الباب دليل على أنه لا يستحق الإمام السام الذي قال له الصفي يبقى الصفي دا هو بيصطفي لنفسه شيء من الغنيمة مش شيء محدد شيء على حسب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يراه وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم لا يشترك معه الإمام في ذلك وبالتالي نقول أن أي شيء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يأتي دليل التخصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره فكانت هذه الترجمة من أبي داود رحمه الله مبينا أن الإمام لا يجوز أن يستأثر بشيء من الفيل لنفسه ولكن نقول أن الإمام بيأخذ ذلك الخمص من الغنيمة ثم يرد ذلك الخمص كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والخمص مردود فيكم إبا الخمص لا يستأثر أيضا به لنفسه وبالتالي حيرد ذلك في مصالح المسلمين من خيل أو سلاح أو غير ذلك مما يرى الإمام ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في الوفاء بالعهد قال باب في الوفاء بالعهد ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال ذي غدرة فلان ابن فلان يبقى الغدر والخداع فذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون ذلك الحال لهذا الغادر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة علم كده علم قلنا يبقى على ذلك فيقال ذي غدرة فلان ابن فلان نقول على ذلك يبقى على محضر منه ومشهد منه القوم يبقى نقول حيفضح على رؤوس الأشهاد يفضح على رؤوس الأشهاد قال الغادر القائن لإنسان هدو أو أمنا يبقى ده إنسان غادر لما طعت إنسان أمان وبالتالي تقوم الغدر بذلك الإنسان يبقى هذا غدر هذا غدر يبقى نقول هذه خيانة وهذا غدر الغادر حينصب له ذلك اللواء يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نقول علم وهذا العلم تشيرا له بالغدر يبقى هذا العلم ده يبقى من خلاله حيشهر بهذا الإنسان بغدري ويفضح على رؤوس الأشهاد ويفضح على رؤوس الأشهاد فيناد عليه يوم إذن هذه غدرة فلان ابن فلان يبقى أي هذه لأي الحصل له مجازاتا لغدري مجازاتا لغدري يبقى زي ما هو أساسا كده خان وغدر بعد ما أمن فلان أو عهد فلان فكذلك يرفع له ذلك اللواء يوم القيامة كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى أغصانا وأمرنا بالوفاء بالعهد وأمر ربنا سبحانه وتعالى الإنسان أن ينفي بذلك العهد وأن ذلك العهد الإنسان مسؤول عنه عند ربي سبحانه وتعالى مسؤول عن ذلك العهد وهذا الميثاق عند ربي سبحانه وتعالى أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ثم ذكر باب آخر وباب في الإمام يستجن به في العهود قال باب في الإمام يستجن به في العهود ثم ذكر رواية عن أبي غريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل به قال إنما الإمام جنة يقاتل به كذلك أيضا في رواية عن أبي رافع رضي الله عنه قال بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو رافع ده مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو رافع رضي الله عنه يقول بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نقول ده قبل إسلامي فقال فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع عليهم أبدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم قال بكير أخبرني أن أبا رافع كان قبطيا قال أبو داود رحمه الله هذا كان في ذلك الزمان قال واليوم لا يصلح قال واليوم لا يصلح يذكر هنا في هذه الترجمة الإمام يستجن به في العهود قال الإمام يستجن به في العهود وذكر هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة يقاتل به قال معنى الكلام أن الإمام يستطر به وأنه محل العصمة والوقاية للرعية فالإمام كالمجن والطرس زي المجن والطرس كده ما هو درع يحمي الإنسان ويحفظ الإنسان فكذلك الإمام كده قال الإمام لذلك قال إمام جنة يقاتل به فطبعا هذا الكلام يدل على أهمية وجود الإمام وأنه وجوبا على الأمة أن تنهض لتنصيب الإمام وحتى لا يكون الزمان شغرا بذلك الإمام قلنا لأن أحكام كثيرة لا تقام إلا عن طريق الإمام في أحكام كثيرة حتعطل عندما لا يوجد إمام للأمة قلنا زي مثلا الديات زي الحدود وكذلك كجهاد الابتداء والطلب يعني حتى الجهاد نقول ابتداء والطلب وطلب العدو في عقر داري قلنا لأن مهمة المسلم هو دعوة الخلق تعبيد الخلق الربية سبحانه وتعالى مهمة المسلم هو يكون عابد لرب سبحانه وتعالى بيأدي الفرائد بيصلي بيصوم يقرأ القرآن يفعل الطعاة فقط ده أقول من أهم الطعاة هو تعبيد الناس لرب العالمين تعبيد الناس لرب العالمين نتذكر دايما قصة ربعية بن عامر رضي الله عنه قال إن الله بتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جول الهديان إلى عدل الإسلام ومن ديق الدنيا إلى ساعة الدنيا الأخيرة قلنا دي ترجمة لمهمة المسلم قلنا عشان الإنسان كده لا يغطر أنه يعني إن كان مصليا أو صائما عند ذلك أدى الواجب الذي عليه نقول لا هناك أحكام كما بينا هذه الأحكام لا تتم إلا مع وجود الإمام قلنا كجادر ابتداء الطلب وطلب العدو في عقر داري ودعوة الخلق إلى توحيد الرب سبحانه وتعالى وإحنا دايما نقرأ كده أن النبي صلى الله سلم كان يرسل البعوث والصراية قلنا لدعوة القلق إلى دين الله تبارك وتعالى أرسل الرسائل إلى الملوك والروساء لدعوة الخلق جميعا إلى دين الله تبارك وتعالى قلنا لأن دي مهمة المسلم الله تعالى انتدب المسلم على ذلك انتدب المسلم على ذلك قلنا كل هذه الأمور لا تتم إلا مع وجود الإمام يعني جادر ابتداء الطلب قلنا عشان يجيش أو يجهز السرية لتخرج لدعوة الخلق إلى دين ربه سبحانه وتعالى كل ده بيكون عن طريق الإمام نقول في مسألة الزكوات مسألة الحدود مسألة الديات كل هذه الأمور قصاص كل ده ما يتمش إلا عن طريق الإمام فهناك أحكام أساسا لا تتم إلا مع وجود الإمام لذلك واجب على الأمة أن تنهد لتنصيب الإمام حتى لا يكون الزمان شغرا بعد وجود الإمام فقال إنما الإمام جنة يقاتل به قال يستثر به وأنه محل العصمة أو الوقاء للرعية قال كالمجن والترس فإنه من استثر بالترس فقد وقع نفسه من أذية العدو يبا زي ما الإنسان بيلبس الدرع كده حتى يستطيع صد ضربات العدو إن كان بالنبلة وكان بالرماعة وغير ذلك يبا بهذا الدرع يستطيع أنه أن يدفع أذية العدو وضربات العدو وإن كذلك الإمام جنة كما قال النبي صلى الله عليه كجنة أحدكم في القتال يبا الصوم جنة كما قال النبي صلى الله عليه وقايا يبا الصوم جنة يبا زي ما الدرع كده بيحمل إنسان من ضربات العدو الصوم كذلك قال الصوم جنة بيحمل إنسان أن يقع في الرذائل أو أنه أساسا يقع في المعاصي أو امنه بقاك يبا لذلك نقول أن النبي صلى الله عليه ما ذكر عن الصائم إن سبه إنسان شتم 외قان قال إني مرؤ من الصائم لا يتعدى ذلك القول الصوم وقايا حماية بيحمي الإنسان يبقى نقول بيحمي الإنسان نقول حتى من شر نفسه وبالتالي لا يتكلم بكلمة يؤخذ بها الإنسان وأن حال صومي حتى لو كان ذلك في رد السب والشت نقول لا أنت أعلى من ذلك استعلاء الإيمان وبالتالي استعلي بفعل تلك الطعال لأن فيها تسكيل النفوس يبقى نقول لو سبك إنسان شتمك إنسان جهل عليك إنسان قل إني مرأ صائم كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصوم جنة كجنة أحدكم في القتال فكذلك الإمام يستطر به في العود والمثاق والصلح والأمان قلنا مسالة الصلح والأمان والمهدنة مع القوم وغير ذلك كل ده ما يتمش إلا عن طريق الإمام لما يجي نقرأ كده أحكام أهل الذمة أحكام أهل الذمة نقول ده عقد بهذا العقد بيبرم بين إمام المسلمين وبين أهل الكتاب يعني هذا عقد بيبرم بين إمام المسلمين وبين أهل الكتاب هذه عقد أهل نقول عقد أهل الذمة يبقى نقول في الصلح في أغز العود في المهدنات يبقى كل دهية أساسة لا تتم إلا عن طريق وجود الإمام فالإمام إذا عقد العهد إذا عقد العهد وصالح بين المسلمين وبين غير أهل الإسلام إلى مدة فالمسلمون يسيرون ومرون في بلاد أهل الشرك ولا يتعرض لهم مخالفون بأذية ولا فساد في أنفسهم وأموالهم لأجل هذا الصلح وكذا يسيرون أهل الشرك في بلاد المسلمين من غير خوف على أنفسهم وأموالهم قال فالستر ومنع الأذى والفساد لا يحصل إلا بعهد وأمان من الإمام يبقى لا يحصل إلا بعهد وأمان من الإمام ما نتذكر كده مثلا صلح الحديبية تم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار كريش يبقى ما يتمش إلا عن طريق إمام لا يتم من يطرى اللي يتمم الصلح هذا من اللي يتمم المعاهدات بينه وبينه ولا يقوم يبقى الإمام إمام المسلمين هذا أيضا من وظائفه ومن أعماله لأنه نائب عن الأمة في تنفيذ الأحكام وكذلك من المهم الرئيسية الإمام المسلمين هو حفظ الدين وحراسته حفظ الدين وحراسته يبقى هو نائب عن الأمة يسوس الدنيا بالدين وكذلك أيضا من مهم الأساسية حفظ الدين وحراسته يبدأ بيطالب كده أنه يحفظ هذا الدين من أي شائبة ممكن تعرض لذلك الدين ويحفظ على الناس أمر العقيدة صافية من غير أن يكون بها شائبة فقال في الإمام إذا عقد العهد وصالح بين المسلمين بين غير آل الإسلام إلى مدة قال فالمسلمون يسيرون ويمرون في بلاد آل الشرك ولا تعرض لهم مخالفون بأذية ولا فساد في أنفسهم يبقى في عقد مصالحة يبقى معاهدة هدنة بين المسلمين وبين مثل أطراف من غير آل الإسلام قالوا هدنة أنه الكلام ده لا يتم إلا عن طريق الإمام وبالتالي نجد أنه مع عدم وجود الإمام في أحكام أحكام لا نستطيع أن نقوم بها أحكام لا نستطيع أن نقوم بها لأنه أساسا دي من وظائف الإمام ولا يتمم إلا عن طريق الإمام فلذلك قال فالإمام إذا عقد العهد وصالح بين المسلمين وبين غير آل الإسلام إلى مدة قال فالمسلمون يسيرون ويمرون في بلاد أهل الشرك ولا يتعرض لهم مخالفون بأذية ولا فساد في أنفسهم وأموالهم لأجل هذا صلح يبقى الواحد آمن على نفسه يبقى يأمن عند ذلك على نفسه وكذا يسيرون أهل الشرك في بلاد الإسلام من غير خوف على أنفسهم وأموالهم فالستر والمنع عن الأذى والفساد لا يحصل إلا بعهد رؤمان من الإمام إنما الإمام جنة قال الإمام النووي رحمه الله كالساتر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإسلام هذا كلام الإمام النووي رحمه الله في تعليقه إنما الإمام جنة قال كالساتر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإسلام وقال الإمام الخطوي رحمه الله معناه أن الإمام الذي يعقد العهد والهدن بين المسلمين أهل الشرك فإذا رأى ذلك صلاحا لهم هدنهم فقد وجب على المسلمين أن يجيزوا أمانه لهم في الحالة دي دائماً مسلمين نعقد ذلك العقل يبقى لابد من القيام ببنوده فإذا رأى ذلك صلاحاً لهم وأدنهم فقد وجعوا السمين أن يجيزوا أمانه لهم قال ومعنى الجنة العصم والوقاية وليس لغير الإمام أن يجعل الأمة بأسرها من الكفار أماناً وليس لغير الإمام أن يجعل الأمة بأسرها من الكفار أماناً ممكن أساسا فلان دا يدخل في أمان مثل الإمرأة في أمان فرض نقول فرض فرضية لكن نقول الأمة كاملة دا ما يتمش إلا عن طريق عهد وعقد ذلك العهد بين الإمام وبين هؤلاء المشركين بينه وبين المشركين مين اللي هيعقده يبقى الإمام كلام الإمام يبقى عقد الأمام بينه وبين أمة يبقى هو نائب عن الأمة عن الأمة الإسلامية وبالتالي يعقد ذلك عهد بينه وبين هذه الأمة المشركة هذا كلام ما يتمش إلا عن طريق الإمام غير لما يدخل واحد بأمان عن طريق فلان أو مجموعة تدخل بأمان عن طريق فلان لكن ما فيش واحد ممكن يؤمن أمة كافرة إلا الإمام فإنما الإمام جنة يقاتل به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر أيضا هذه رواية عن أبي رافع رضي الله عنه قال بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرما رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبها الإسلام أنها يعني هيبت النبي صلى الله عليه وسلم ورأى هذا المنظر على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك النور الذي يتلأل من وجه النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك أسلم ألقي في قلبه الإسلام قلنا فيه أناس لما ترون يذكرونك بالله تبارك وتعالى هناك ناس عندما نرون يذكرون الإنسان برب سبحانه وتعالى قلنا ترى يعني أثر هذه الطاعات على وجوههم أثر الطاع دايما بتبع على الوجه كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وكما قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال في وصف لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه أشده على الكفرين رحمه وانهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله رضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود كذلك أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتعرف على أمته أنهم يأتون غر المحجلين يوم القيامة من أثر الوضوء من أثر الوضوء من أثر السجود يبقى السمى العلامة ظاهرة على الوجه هذا وجه طائع هذا ليس بوجه فاجر ولا وجه كاذب وبالتالي البعض كان يقول لما ينظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بوجه كاذب نقول هذا ليس بوجه كاذب يبقى عرف كلام دمني نقول بيرى ذلك على الوجه يرى ذلك أثر الطاعة بطاعة 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 في ودعين من أثر السجود وكذلك أيضا يأتون أو تأتي هذه الأمة بتلك العالم التي تعرف بها النبي صلى وسلم على أماتهم القيامة يأتون غرهم محجلين من أثر الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أُلقي في قلبها الإسلام يبقي أقول إن في أشخاص لما ترون يذكرونك بالله تبارك وتعالى فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع عليهم أبدا أسلم وقال له مش هيرجع عليهم تاني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد فقال أنه لا ينقض العهد وكذلك أيضا يحبس الرسل ولكن رجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم يقول للم يلقى الطبي رحمه الله يشبه أن يكون المعنى في ذلك أن الرسالة تقتضي جوابا والجواب لا يصل إلى المرسل إلا مع الرسول بعد انصرافه فصارك أنه عقد له العقد مدة مجيه واردوعه يبا زي هو رسول فالرسول ده أتى برسالة لابد أنه يعني يرجع مرة ثانية إلى قومه بالإجابة يبا لما نقول هذه الطائفة اخترت رسول أرسلت ذلك الرسول وأنه المطلوب أرسلت الرسول ده برسالة وأنه حتى يعود الرسول بإجابة يعود بإجابة وبالتالي بدا كأنه في عقد وبالتالي بدأ الرسول فحيرد ويرجع إلى القوم بالإجابة فقال كأنه كما يقول للمؤمن خطبي رحمه الله يجب أن يكون المعنى في ذلك الرسالة تقتضي جوابا إبا لما أرسلت قريش أو رافع رضي الله عنه إبا أرسلته برسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الغرض أنهم بيوصلوا معنا وأرادوا إجابة لهذه الرسالة فلابد أنه يصل لذلك الجواب إلى المرسل فبالتالي فصارك أنه عقد له العقد متنمجي ورجوعي قال لا أخيسه بالعهد معنى ذلك أن العهد لابد من مرعاة حتى لو كان مع الكافر يبقى حتى لو كان مع الكافر مش معنى أنه هو كافر أنه إحنا ممكن ننقذ عهد ولكن على ذلك لابد من الوفاء بالعهد وأوفو بالعهد إن العهد كان مسؤولا كما قال ربنا سبحانه وتعالى وقالا دي أخلاقيات أخلاقيات يبقى دي أخلاقيات لابد أن يرى عليها المسلم وما كان الدين إلا تطبيق كان الدين إلا تطبيق يبقى على ذلك نقول أنك لابد أن تكون مطبقا وأيضا لابد أن تكون مجتملا على الأخلاق التي نادى بها الإسلام يبقى هناك أحكام نحن نطبقها يبقى هناك أحكام نحن نطبقها وخاصة إحنا لو نظرنا كده ودققنا النظر في الأحكام الذين اتوارضوا بالنسبة للجهات ستجد جوانب أخلاقية كثيرة جوانب أخلاقية مثلا النبي صلى الله distribution يرى ذلك الغضب على وجه لما يرى أن هناك امرأة من الكفار مقتولة في الصفوف يرى ذلك الغضب على وجه لما أنها كفرة ولكن يرى ذلك الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذه ما كان لأن تقتل صبي نقول إمرأة ما كان لأن تقتل يبقى على أنها ليست من آل الحرب ليست من آل القتال فعلى ذلك نجد أن الغضب يرى على وجه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الرغم أن نقول الله كافرة يعني انتهينا منها هلكت نقول بعد ذلك كان يرى الغضب لما تكون إمرأة مقتولة بين صفوف الكفار بين ما كان لأن تقتل كما يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا سنعلم كيف تراعى الجوانب الأخلاقية من خلال أيضا الرواية التي ترد بعد ذلك وأنه وفاء لغدر كما قال عمرو بن عمسة رضي الله تبارك وتعالى عنه لمعاوية رضي الله عنه كما سنعلم الرواية التي ترد بعد ذلك فجوانب أخلاقية وإن دايما كده لما نجي ننظر إلى الأحكام سنجد أن هذه الأحكام مشتملة دايما على جوانب أخلاقية جوانب الأخلاقية دي لم تنزع أبدا من الأحكام لم تنزع أولا من الأحكام قلنا في شأن المعاملات في أي شأن من شون ستجد الجانب الأخلاقي ده له بروز له بروز وبالتالي نجي أنه لابد من الوفاء بالعود وبالتالي لو كان غدر يبقى يحدث من جهة الكفار لكن لا يتدى من جهة المسلمين وأوفوا بالعادة إن العادة كان مسؤولا كما قال وكما بيّ ربنا سبحانه وتعالى وبالتالي قال إن العادة يراعى مع الكافر كما يراعى مع المسلمين أن الكافر إذا عقد له عقد أمان فقد وجب عليك أن تؤمنه ولا تقتاله في دم ولا مال ولا شيء من هذه الأمور ما تقدرش بأمد ممنوع الغدر الغدر كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الغدر حينصب له لواء يوم القيامة يقول هذه غدرة فلان ابن فلان سواء كان مسلمان أو كان كافرا يبدأ خلق ما ينبغيش أن يكون عليه المسلم الغدر الخيانة الغش الخداع ليست من أخلاقيات المسلمين ولذلك قال من غشنا فليس منا من غشنا فليس منا وإذا لم يبدأ من أخلاقيات المسلمين أو مما نادى به الإسلام الإسلام نادى إلى البيان وإلى الإضاحة ولكن لم يأمر به الغش والإحتيال وأن كلها أخلاقيات ذميمة نهى عنها الشارع فلذلك قال إن الكافر إذا عقد إلى عقد أمان فقد وجب عليك أن تؤمنه يبدأ دخل بأمان يبدأ على ذلك لا تقوم بالغدر بهذا الكافر ولا تقتله في دم ولا مال تقتلهش في أي شيء من هذه الأشياء أبدا يبدأ على ذلك لا يتم التعدي على ذلك الكافر قلنا طالما دخل إلى بلاد المسلمين بأمان قلنا الأمان ده حتى لو دخل بأمان إمرأة حتى لو كان دخل بأمان أما بأمان عبد يبعى على ذلك يؤمن طالما دخل بأمان كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أمهاني رضي الله عنه أجرنا من أجرتي يا أمهاني كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود هذا كان في ذلك الزمان قال واليوم لا يصلح قال في ذلك ابن تيمين رحم الله أنه كان في المرة التي شرت لهم فيها أن يرد من جاءوا منه مسلما قال الكلام دا كان لسه في مدة المصالحة بينه وبين كفار قريش معروف بنود مصالحة صلح الحديبية أنه مشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أنه من يأتي من قبل قريش مسلما واجب على النبي صلى الله عليه أن يقوم برده إليهم إذا كان من برد المصالحة لذلك قال هذا كان في ذلك الزمان لما كان الشرط دا موجود في كبند في عقد صلح الحديبية أنه مشترطوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أتى مسلما رده إليهم وبالتالي لما أتى هو رسول رد ذلك الرسول إليهم فعلى ذلك قال أما اليوم لا يصلح البند دا مش موجود يبقى من أتى مسلما نقوم بحفظه ورعاياته والدفاع عنه ولكن دا نقول كما قال ابن تيمين رحم الله أنه كان في المرة التي شرت لهم فيها أن يرد من جاءوا منهم مسلما يبقى هذا أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما أبين الوفاء بالعهد وعدم الغدر أو الخيانة ثم ذكر باب آخر في الإمام يكون بينه وبينه عدو عهد فيسير نحوه أو إليه قال باب في الإمام يكون بينه وبينه عدو عهد فيسير إليه أو فيسير نحوه وذكر هذه إرواية عن سليم بن عامر قال كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم فجاء رد على فرس أو برذون وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر فنظروا فإذا عمر بن عبس فأرسله معاوية فسأله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا حلها حتى ينقذها مدوها ولا ينبذ إليهم على سواء فرجع معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه قلنا أحكام وبالتالي أول ما بيصل نص ذلك الحكم إلى الإمام يبقى نقول لا يتقاعس أبدا في التنفيذ ولا يتقاعس في الرجوع عن خطأ الذي أخطأ قلنا لأنهم كانوا يتعبدون لربهم سبحانه وتعالى فلا كبر ولا استكبار على قبول ذلك الحق فإن أخطأ عند ذلك رجع وتاب أناب إلى ربي ثم صحح هذه الأوضاع هذا حال معاوية رضي الله عنه كما قال سليم بن عامل رضي الله عنه قال كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى عهد غزاهم إذا كان بينه وبينه بين معاوية عهد وبالتالي قبل مدة العهد تنتهي معاوية رضي الله عنه أرضان صار بجيش حتى يكون على الحدود صار بالجيش كده حتى يكون على الحدود حتى إذا انتهت المدة باغت الكفار باغت الكفار قلنا وكان بيسير في أرضه يبقى كان بيسير في أرضه يبقى يقولون الله مثلا في مدة العاد أن يبقى دي المنطقة دي يعني تبقى منطقة مع زولة مثلا السلاع أو غير ذلك فنقول عند ذلك يبقى الجيش لحدود فنقول هو قبل انقضاء المدة صار مع أنه صار في بلدانه صار بالجيش وعشان يكون على الحدود عشان أول ما تنتهي المدة يبقى يغزو القول فعلى ذلك عمرو بن عبسة رضي الله عنه أرضاه قال لما علم بذلك الأمر أن معاوية صار وأن حتى يغزو القوم فعند ذلك قال الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر فنظروا إذا عمرو بن عبسة فارسلوا له معاوية فسألوا إيه قصة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا شد عقدة ولا حلوها حتى ينقضي أمدها يبقى ما تحركش أبدا من المكان اللي هما تفعوا عليه إلا بعد انقضاء المدة قبل انقضاء المدة لا عن صرف البلد بتاعته نقولوا والله عشان يغزوهم هما ممكن يفعلوا ذلك نقول أنت كمسلم تقف عند حدود ذلك العهد ولا تتعدى مع أن المصلحة نقول أنه يسير وصرف المدة ولكن وصرف بلداني ما غذاش القوم وأنه منتظر المدة تنقضي لكن نقول أنه اكتسب أرض كده يبقى هذه الأرض ما كانش أساس كم محل التعاقد أو العهد بينهم أن هذه المكان طبعا خالي من هذا الأمر خالي مثلا من الجيشة وغير ذلك لكن هو اكتسب هذا المكان بس اكتسبه في المدة قبل انقضاء المدة ولذلك قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان بينه وبين قائم العاد فلا يشد عقدة ولا يحملها حتى ينقضي المدوان وينبذ إليهم على سواء فرجع معاوية رضي الله عنه ونرجع الكلام عن أحكام هذه اللواية إلى المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى أكتب ذلك القدر أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولك